في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان كانت توجد مدينة كبيرة يحكمها ملك ظالم اجتمع حوله نفر من أصحابه وراحوا يزينون له الشر وظلم ويدفعونه إلى البطش والقار ويحببون إليه الفساد فأخذ يظلم أهل مدينته ويسلب حقوقهم ويسجن كل من يعارضه أو يخالف رأيه فعاش الجميع في رعب وخوف شديد وكان من بين أعوان الملك ساحر عجوز ماكر شرير وكان الملك دائما ما يستعين بحيله وخدعه في حكم شعبه حتى كان يوم وصل ساحركم الخاص يا مولاي الملك فليدخل على الفور ما بك أيها ساحر تبدو متعبا مولاي الملك أني قد كبرت ولما أعد أتحمل وأعباء العمل وأرده أن تنسل لي أولوما وأعلمه السحر ويكون عونا لك من بعد لك ما شئت أيها الساحر وبدأ الملك في البحث عن غلام يصلح لهذه المهمة الخطيرة وفي اليوم التالي أرسل الملك غلاما زكيا إلى الساحر وكان الغلام يعرف بين الناس بحسن الخلق وصفات الطيبة الحميدة ووصل الغلام إلى بيت الساحر وكسب 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 وفركوش مركوش يأخذ فلوس الناس عامل الطارق أنا الغلام الذي طلبتهُ من مولاي الملك أيها الثاخر العظيم يبدو Santiago وليك الزكاءُ الشديد من اليوم سأعلمك فانورَ السحر لتخلوف ديزي منظم الخطير وإنه لشرف عظيم لك أن تعظى بهذه المكانة الغفاعة عند ملكنا العظيم هيا هيا لنبدأ أول دروس الثالث وقف بررررق وبدأ الغلام يتلقى من الساحر الشرير فنون السحر فيتعلمها بزكائه الشديد في سرعة أثارت إعجاب الساحر وجعلته يتنبأ للغلام بمستقبل عظيم ومكانة كبرى عند الملك في كل صباح كان الغلام يغادر داره في أطراف المدينة ليذهب إلى الساحر فيوصر في طريقه شيخا كبيرا مشرق الوجه يفيض النور من نظراته الحانية يجلس تحت إحدى الأشجار يتعبد ويدعو الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر من صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واشتد الفضول بالغلام وأراد أن يعرف ماذا يقول الراهب فاقترب منه وسأله أيها الشيخ الجليل في كل مرة أمر عليك أجدك تحدث نفسك فماذا تقول إني أدعو الله يا بني الله ربي وربك ورب العالمين أهو تقصد ملكان العظيم لا يا ولدي إن الملك مخلوق مثلي ولكني أعبد الله رب العالمين الله الذي خلقني وخلقك وخلق الكون والحياة الله الذي يطعمنا ويسقينا ويرزقنا ويكسونا وهو في السماء يرانا ولنرى ويسمعنا ولنسمعه فهو السميع البصير هل من الممكن أن تحدثني أكثر عن الله ربي العالمين الله ربي الله ربي يخلق ويحكم الله ربي يقدر ويرحم يعلم ويحلم الله ربي يرزق ويكرم الله ربي يعلم ويحلم الله ربي يرزق ويكرم الله ربي يسمع ويبصر الله ربي يستر ويغفر الله ربي يسمع ويبصر الله ربي يستر ويغفر الله ربي الله ربي الله ربي ومنذ ذلك اليوم صار الغلام يمر على الراهب ليحدثه عن الله رب العالمين فكان يرتاق إلى كلام الراهب الذي يمس القلب ويجعل نفسه تسمو وتصفو ولاحظ الساحر الشرير أن الغلام يتأخر كثيرا عن موعده المحدد فأثار ذلك غضبه الشديد أنت أيها الغلام لماذا تتأخر في كل مرة ها قل أنا أنا كنت كنت الوليد لك مني سترى كيف يكون عقابي أليما وبالرغم من عقاب الساحر المستمر للغلام إلا أنه لم ينقطع عن الذهاب إلى الراهب والجلوس إليه سيد الراهب كلما جلست معك تأخرت على الساحر فيضربني ويعذبني وإني يحب الجلوس معك ولكني أخاف من عقاب الساحر فماذا أفعل؟ لا تحزن يا بني إذا خفت من الساحر فقل أخرني أهله وإذا خفت من أهلك فقل أخرني الساحر ولكني لا أحب الكاذب يا بني العزيز إن الله أحل الكاذب لرفع الظلم والفساد فلا تخف وهكذا آمن الغلام شر الساحر واستمر في التردد على الرعب والتعلم منه وبالرغم من تأثر الغلام بكلام الراهب إلا أنه كان في حيرة من أمره من يتبع الساحر الذي يعلمه الحيل والألعاب والظلم والفساد أم الراهب الذي يعلمه الخير وحب الله والإحسان إلى جميع الناس وذات يوم ظهر وحش مخيف أثار الزعر والفزع بين الناس في المدينة كلها ومنعهم من السير في الطريق كيف interface يوم فا速 واحد هذا الواحد يسرد عليه الطريق ومنعه من المنه ماذا نفعل هذه فرصة مناسبة اليوم أعلم إذا كان الساحر أفضل أنا الرعب اللهم أنت أنا الرعب أحب إليك من أمر الساحر قطل هذا الوحش عاشق منه عاشق منه عاشق منه عاشق منه عاشق منه